مجلس النواب كان أبرز ما استهلت به جلسة مجلس النواب أعمالها اليوم هو إصدار بياني استنكار للأعمال الإجرامية والإرهابية التي كانت تستهدف معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين هذا البيان الذي أيد كل الأحكام التي صدرت من قبل القضاء العسكري في القضية الإرهابية تقدمنا ببيان الاستنكار استهداف معالي المشير الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين باستهدافه كشخص عمل دائما لخدمة البحرين والوطن والمواطن التعديل الدستوري التي أقره مجلس النواب من خلال توسيع الصلاحية للقضاء العسكري بمراجعة وصدور الأحكام في الشأن الإرهابي وهذا دليل على كفاءة وعمل القضاء العسكري في مثل هذه قضايا وممارستها المحكمة لحكمة يوم أمس المحكمة العسكرية على المتهمين الستة بمحاولة اقتيال المشير الشيخ خليفة بن أحمد وهي تجسد دولة الغانون والمؤسسات وفي بيان آخر أصدره المجلس رحب بقرار المملكة المتحدة بتصنيف وإدراج مجموعات كمنظمة إرهابية يجب اتخاذ كافة الإجراءات للتصديلها طبعا مقام به المجلس اللوردات ومجلس العمومة البريطانية من إدراج جماعات بحرينية إرهابية ضمن قوائم الإرهاب في بريطانيا طبعا هذا موقف يحسب للمجلس ونحن نشكر ونشيد بهذا القرار التاريخي الذي يعزز مكانة بريطانيا في مكافحة الإرهاب وبتعاونها المثمر مع حكومة مملكة البحرين والسلطة التشريعية في مملكة البحرين في مكافحة الإرهاب وفي بند الاقتراحات بقانون وافق المجلس على تعديل ساعات تدريب وتطوير الخدمات والكوادر الوطنية وهو ما تتفق عليه السلطتان التنفيذية والتشريحية اليوم التشريع الجديد يعطي صلاحية وجوازية لكل موظف إداري في الجهات الحكومية بتدريب إلى ما لا يقل عن ثلاثين ساعة وما فوق لتطوير الأداء الوظيفي في الجهات الحكومية وزيادة الإنتاجية تكون من الكوادر الوطنية ونحن دائما نحظى بتوجيهات دائما معا لرئيس مجلس النواب في دعم الكوادر الوطنية في كافة القطاعات طبعا هناك توافق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فيما يخص موضوع التدريب وساعات التدريب السلطة التشريعية تريد أن تثبت ساعات التدريب بما لا يقل عن ثلاثين ساعة السلطة التنفيذية تريد أن يكون هناك لا يكون هناك ازدواجية في التدريب على أساس أن يكون هناك مرونة في الساعات على حسب الميزانية الموجودة والمرصودة فيما رفض المجلس قرار اللاجنة نوعية دائمة لشؤون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل ووافق على الاقتراح برغبة بتحويل البحيرة الواقعة بالقرب من مطار البحرين الدولي إلى محمية طبيعية وتمت إحالته إلى الحكومة اشتركوا في القناة